هذا السائل يقول هل يشرع للمسلم إذا ذهب لزيارة قبر أن يغرس أو يضع غصن شجرة على هذا القبر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله ثم أخذ غصنين أخضرين لقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما ندري عن الأموات يعذبون وينعمون لكن الرسول قد يطلعه الله على شيء من ذلك نعم